الحديث أكثر عن الشائعات وهل تسببت في ضعف الإقبال على اللقاحات والفئات الأشد حاجة للقاح ينضم معنا استشاري أمراض ماضية دكتور فهد الزامل صباح الخيرات صباح الخير دكتور فهد صباح النور والسرور سارة وثامر وشكرا على الاستضافة حياك الله يا دكتور دكتور يمكن كلمة مخصن أصبح الكثير يعني يبحث عن أماكن في مراكز اللقاح من أجل الوصول إلى كلمة مخصن كيف ترى التزايد في أخذ اللقاح وكيف ترى الأشخاص الذين يتخوفون من أخذ اللقاح طيب شكرا أول شيء أنا أود بس يعني نتأكد من قاعدة ذهبية تمام أنه يعني لا مفر من هذا الفيروس تمام وعمل الكنترول عليه الحقيقي إلا بتوفيق الله ثم بتطعيم فأنا أعتقد هذه القاعدة الذهبية اللي يجب أن ننطلق منها والسبب أنه إلى هذه اللحظة لا توجد أي أدوية ممكن أن تنفع في علاج هذا الفيروس فلذلك جميع من يقابلهم أو خالطهم من مرضى وغيرهم بالعكس كلهم يطيقون إلى هذه الكلمة الذهبية أن يكون الإنسان محصن ويكون قد يعني فعلا أخذ التطعيم وبأسرع وقت فنعتقد مهم جدا زي ما قلت القاعدة الذهبية أنه لا مفر من هذا الفيروس والتعامل معه إلا بإذن الله بأخذ التطعيم طيب دكتور فهد يعني الشائعات كانت أحد الأسباب في عدم تلقي الناس للقاح فيروس كورونا يمكن هذا يمكن كان في السابق ولكن هناك في بعض الدول حتى في دول العالم مثلا حضرت من مثلا لقاح سرزينيكا هل هذا الأخبار أو بعض الشائعات تؤثر على الشخص نفسه حتى لو أنا أخذت الجرعة حتى بعد الجرعة بعض الأحيان تجيني ألام بالكتف وبعض الأحيان يأتي حتى إلى الوسواس عزائي هي القضية أننا نتكلم عن شيء اسمه الشفافية الآن على مستوى العالم وجود التواصل السريع جدا جدا أصبح أي حاجة تحصل في أي مكان في العالم تنتقل إلينا خلال دقائق لكن الفن الحقيقي هو التعامل مع هذه المعلومة هناك من يأخذ المعلومة مجردة من غير بحث من غير رجوع للمختصين ويعمل بها وللأسف ليس يعمل بها بل ينشرها أنه والله هناك خطر كثير جدا من التطعيم الفلاني والتطعيم العلاني أنا أقول من هذه المنصة كل التطعيمات الموجودة الآن كلها لديها مظاهر جانبية تمام ولديها أحيانا تؤثر بطريقة أو بأخرى على الشخص المتلقي لهذا التطعيم لا يوجد أي من التطعيمات المذكورة أن تطعيم سهل جدا ولا يحصل عليك أي من النتائج الجانبية على هذا التطعيم نعم يعني شاهدنا سويا دكتور كلمة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عندما قال أن لقاح كورونا لن يؤثر بإذن الله على الحوامل وكمان نصح الحوامل لمعرضين لنسبة احتمالية بالإصابة بكورونا أعلى نصحهم بأخذ اللقاح في الجهة المقابلة نجد أن هناك حديث كثير على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيره على ما هي فعالية اللقاح أو تأثيرها على الجنين للسيدات الحوامل فهنا نؤكد على كلماتك أنه لابد من اتخاء أخذ المعلومات من الجهات الرسمية بالضبط رائع جدا دعني أقول لك أختي العزيزة الآن وصل الرقم في العالم إلى مليار من تلقوا هذا التطعيم هل هؤلاء الناس ليسوا حريصين على حياتهم هل حصل لهم كون يحصلوا المئات من بعض الناس الذين يتأثرون بالتطعيم بطريقة أو بأخرى هل هذا التطعيم خطر على صحتنا العامة أبدا فأعتقد العدد الذي أخذ الآن من التطعيمات نحن في المملكة أكثر من ثمانية ملايين إنسان تطعم والحمد لله فعلا هناك بعض المظاهر الجانبية لكن ليست بالمخيفة التي تمنعنا من أخذ هذا التطعيم والإنصاد فقط لقال فلان وقال فلان وسمعت أنا أعتقد مهم جدا القاعدة الذهبية أنه الخلاص الوحيد بإذن الله من هذا هو التطعيم بإذن الله وأنا أقول أحد يسألني أخذ التطعيم هذا أو التطعيم هذا أبدا يا أخي خذ ما حولك والأقرب لك المتاح المتاح مسألة الأسترنزينيكا أو غيره كل التطعيمات الأربع الخمسة الموجودة كلها لديها مظاهر جانبية الأسترنزينيكا نعم لأنه كانت الشفافية موجودة فأعلن عن جميع من تعرضوا لما يسمى بالتجلطات التجلطات سيدتي هذه تحدث عند النساء حتى بسبب خلينا نقول لك حبوب مثلا والله منع الحمل قد تحدث لأسباب أخرى أكثر مما يسببه التطعيم فرجاء طالما أن الله سبحانه وتعالى تيسرت لنا هذا الخلاص بإذن الله من هذا التطعيم فرجاء بالعكس الاستعداد لأخذ التطعيم ما تعرضت لي اختصار موضوع الحوامل أيضا الآن الحمد لله الدراسات العلمية أثبتت أنه لا يوجد خطر على الحامل سواء ستخطط للحمل أو هي حامل الآن بالعكس هي من يعني أضعف الناس أمام هذا الفيروس فيجب عليها المبادرة بأخذ هذا الفيروس أخذ التطعيم أي كان التطعيم طيب دكتور فهد يعني من هي الفئات الأشد احتياجة لأخذ اللقاحات طبعا يعني حسب ما يعني كنا نتكلم سابقا هم كبار السن وما لديهم خل نقول لك يعني لديهم مثلا أمراض أخرى سكر ضغط أي من الأمراض الشديدة زايدا الآن يعني دخول الحوامل الآن أصبحوا أيضا يعني لهم الأولوية أيضا يعني أهلنا المرضى اللي لديهم مشاكل في مثلا الجهاز المناعي في السابق كنا نخشى أنه والله نعطيهم الفيروس قد يتأثر الجهاز المناعي لا الآن أصبحوا هم أيضا يعني لديهم ضرورة قصوى لأخذ اللقاح حتى دكتور حتى المصابين بأمراض السرطان نعم نعم حتى المصابين بأمراض السرطان حتى الذين لديهم نقل نسمى للأعضاء نعم لأنهم هؤلاء أكثر تهديدا ولو لا قدر الله أصيبوا بالفيروس لن يتعامل معه معاملة يعني الإنسان العادي الطبيعي نعم عودة لسيدة الحامل دكتور فهد متى من الممكن أن تأخذ السيدة الحامل اللقاح إذا كان يعني باستطاعتها اختيار موعد أخذ اللقاح متى هو الموعد المناسب أبدا ليسارة أي وقت يا بنتي أي وقت يعني ويكون هو متوفر والحقيقة والأحسن الخبر اللي يعني أكيد يمكن انطلعتوا عليه كذا أنه لما عملوا دراسات تمام المرأة الحامل التي أصيبت بالكوفيد والمرأة الحامل التي أخذت التطعيم وجدوا أن المرأة الحامل التي أخذت التطعيم إذا بإذن الله ولدت ابنها سيكون محصن أكثر مما لو أصيبت والدته بالكوفيد معنات أن التطعيم الآن أصبح له فائدة أخرى للجنين وليس للأم طيب دكتور فهد يعني فيروس كورونا الآن نسمع مثلا ما يحدث في دولة الهند ويحدث مثلا في نسمع فيروس كورونا المتحورة الأولة والثانية والثالث وهناك في بعض اللقاحات إن هذا فيروس جديد نفس كورونا ولكن أكثر أشد خطورة تعليقك على ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا في وسائل الإعلام حتى من بعض الجهات الرسمية للدول طبعا الحمد لله حسب إعلانات وزارة الصحة أنه لم يصل هذا الفيروس المتحور إلى مملكة وإن وصل يكون بأعداد قليلة جدا 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 لا تؤثر علينا كما أثرت على الهند والبرازيل وأوروبا وأمريكا تمام؟ وهذا اللي أنا أقوله يا جماعة الخيارين يجب أن لا ننتظر أن يأتي الفيروس المتحور لدينا في المملكة يجب أن نطعم حتى نكون حصن حصين بإذن الله لهذا المتحور وغيره وفعلا الهند ترى يا جماعة الخيارين تعيش أزمة رهيبة جدا جدا ألا وهي ما يسمى بالإنهيار النظام الصحي لا قدر الله أننا نريد أن والله بكرة المستشفية تكون فقط لكورونا لا نستطيع أن نتعامل مع أقل الأمراض وأدنى الأمراض التي تحتاج العناية المركزة ترجمة نانسي قنقر